السلام عليكم وأهلا بكم النهاردة معنا موضوع من العيار التقيل والمثل بيقول ايه؟ العيار اللي ما يصيبش يدوش ويدوش يعني يجيب صدع مركز ستراسفور للدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي التابع لشركة ستراتيجيك فوري كاستنج وهو شركة مخابرات أمريكية مقاراها ولاية تيكساس وده طبعا واحد من أشهر مراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم بدون منافس المهم ان المركز نشر تأرير مهم جدا عن رد الفعل المحلي بالمملكة العربية السعودية بخصوص العضوان الاسرائيلي الوحشي ضد قطع غزة التأرير ده بيرصد رد فعل الشعب السعودي تجاه الاحداث وكمان بيتوقع مستقبل عملية التطبيع ما بين غياض وتل قبيب التأرير تم نشر يوم 26 اكتوبر الجاري بعنوان واتزا بلاكلاش جينست اسرائيلي زور مينز فور سعودية عربية او ماذا يعني رد الفعل العنيف ضد الحرب الاسرائيلية بالنسبة للمملكة العربية السعودية طبعا موضوع تقيل زي ده لما ملقناش منصة ترجمته قمنا احنا ترجمناه بشكل حصري هنا في القناة وده تطبيق عملي للكلام اللي قلته لحضراتكم في حلقة المرتزقة اللي اتكلمت فيها عن الفرق ما بين المحلل السياسي الحقيقي وما بين المدعين الدخلاء على مجال التحليل السياسي المهم خلونا نبدأ حلقتنا على طول المقال طول جدا ولو حنقش كل جزئية فيه فاحنا محتاجين حلقة مدتها على الآن لساعة وبما انه مهما كان الكلام اللي بيتقال مهمه وعميقه ومتعوب عليه ولكن سيكولوجية المشاهد العربي مش هتقدر تستحمل ساعة من الكلام في السياسة وكمان الكلام عن توقعات مستقبلية لسه ما حصلتش على ارض الواقع فالافضل اننا نمسك العصاية من النص ونخلي الحلقة خفيفة شوية ندردش فيها بسرعة عن محتوى التقارير وعن اهم النقاط اللي جات فيه لاننا هنرجع للتقارير ده تاني بعد نهاية الحرب على قطاع غزة وفتكروا كويس الحلقة دي علشان هفكر حضراتكم بيها مرة تانية ان شاء الله زي كده حلقة السودان اللي احنا نشرناها مع بداية الحرب في الخرطوم وقلت لحضراتكم خليكم فاكرين احنا بنقول ايه علشان هنرجع لنفس الحلقات دي مرة تاني وبالفعل رجعنا لها ولسه هنرجع لها كمان في المستقبل فالحلقة دي مهمة جدا فيما يخص ملف التطبيع السعودي الاسرائيلي فياريت نركز في الكلام اللي جايدة كويس جدا التاريخ بيقول ان اسرائيل مستمرة في جهدها العسكري لازالة حماس من قطاع غزة واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير وقلنا ان الهدف الاسرائيلي المعلن غير قابل للتنفيذ اصلا ومش رأي محمد انديل بس هو اللي بيؤكد استحال التنفيذ الهدف ده ولكن كمان جو بايدن بنفسه قال ننتينياهو ان الهدف اللي انت عايز تنفذه في قطاع غزة مستحيل يحصل وان حماس هتفضل موجودة في القطاع مهما كانت حجم الخسائر المادية والبشرية في قطاع غزة بعد الاجتياح المحتمل ده اذا قدرت تكتاح القطاع اصلا الكلام ده احنا قلناه بالتفصيل في حلقة حرب الفلوجة في غزة وعموما التاريخ بيقول ان تحركات الجيش الاسرائيلي في منطقة غلاف غزة تمهيدا لاجتياح قطاع غزة سببت موجة كبيرة جدا من الغضب داخل المجتمع السعودي خصوصا مع التغطية الاعلامية العربية المكثفة الغضب الشعبي ده ظهر على المستوى السياسي لانه في يوم 14 اكتوبر تم الاعلان عن تجميد محدثات التطبيع ما بين السعودية واسرائيل وطبعا التجميد ده هيستمر طول فترة الحرب على غزة واكيد هيستمر بعد الحرب لفترة مش بسيطة خصوصا بعد ردة الفعل الغضبة للشعب السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي اللي تم رزدها من طرف باحثين مركز ستغاسفور يوم 17 اكتوبر الجاري بعد ما الجيش الاسرائيلي دمر المستشفى المعمداني في غزة فبالتالي الغضب الشعبي ده بالتأكيد هيأثر على القرار السياسي اللي حتتخذ القيادة في المملكة العربية السعودية تجاه ملف التطبيع مع اسرائيل مركز ستغاسفور بيقول انه قبل الحرب على غزة كان مستوى المحادثات او المباحثات ما بين السعودية واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية فيما يخص ملف التطبيع ايجابي وكان فيه توقعات بان اتفاقية التطبيع تتم قبل نهاية الفترة الرئاسية لجو بايدن اللي حتنتهي سنة 2024 زي ما احنا عبر والموضوع كان واقف بس على صيغة مناسبة لتسوية اوضاع الفلسطينيين وضمان حقوقهم التاريخية في ارضهم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ولكن كل المحادثات دي تم تجمدها تماما ونقدر نقول ان هي رجعت لنقطة السفر بسبب حرب اسرائيل على قطع غزة مركز استغاسفور بيقول كلام محتاج لتوضيح في الفقرة اللي جاية فخلينا نستعرض الكلام ده مع بعض التقرير فيه معلومات عن علاقات سرية ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الكيان الصهيوني والتقرير بيقول ان العلاقات دي من تمانينات القرن الماضي دي طبعا معلومة جديدة وغريبة بالنسبة لي يعني الكلام ده كان ازاي حد فهمنا يا جماعة ببساطة مركز استغاسفور بيقول انه بعد اعلام قيام دولة اسرائيل سنة 1948 المملكة كانت ضد وجود دولة اسرائيل اصلا ولكن بعد توقيع اتفاقية كان بديفيد ما بين مصر واسرائيل سنة 1979 ومعها مباشرة قيام الثورة الاسلامية الايرانية بقيادة الخمي فالاحداث دي دفعت قيادة المملكة ان هي تغير طريق تفكيرها في التعامل السياسي مع الكيان الصهيوني علشان كده السعودية طورت علاقات سرية مع اسرائيل من التمانينات لحد النهاردة ولكن موقف السعودية من اقامة دولة فلسطينية مستقلة لم يتغير رغم العلاقات السرية مع اسرائيل وعلشان كده في سنة 2000 اقترحت المملكة مبادرة السلام العربية القائمة على مبدأ الارض مقابل السلام يعني لو اسرائيل عايز علاقات تطبيع سياسي مع الدولة العربية مفيش مشكلة ولكن بشارة ضمان اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود سنة 1967 واحنا طبعا عارفين انه الحد النهاردة الاتفاقية دي ما تنفذتش لان اسرائيل رفض مبدأ اقامة الدولة الفلسطينية من الاساس اقصى حاجة ممكن اسرائيل تقدمها للعرب هي مبدأ دولة واحدة لشعبين يعني مش هيكون في حاجة اسمها فلسطين اصلا والدولة كلها حتكون رسميا اسمها دولة اسرائيل ولكن الشعب الفلسطيني ساعتها حيتمتع على الورق بنفس حقوق المواطن الاسرائيلي يعني صهينا والفلسطينيين على الورق حيعيشوا في دولة واحدة اسمها اسرائيل والاثنين زي بعض بس طه على أرض الواقع مش هيحصل لأنه أصلا اليهود اللي موجودين ومجنسيتهم إسرائيلية دلوقتي ما بيتمتعوش بنفس الحقوق والواجبات هم عايزين بقى يبقوا الإسرائيليين والفلسطينيين اللي اتنين مواطنين وليهم نفس الحقوق وده أقصى شيء ممكن تقدمه إسرائيل على الوقت لكن مبدأ دولة فلسطينية مستقلة فغير مطروح حاليا والدليل على كده أن المبادرة العربية السعودية من سنة 2000 لحد النهاردة وكمان انتكست خلال الانتفاضة التانية اللي حصلت من 2000 ل 2005 ولكن مع ظهور الأمير محمد بن سلمان في الساحة السياسية العربية فاتغيرت سياسة المملكة العربية السعودية وبقت برجمتية أكتر من الأول لأنه الأمير شايف أن تنشيط اقتصاد المملكة هو للول أولوية ثم بعد ذلك تخفيف الأزمات الإقليمية مع إيران قدر الإمكان يعني الأمير شايف أن مصلحة المملكة الاقتصادية هي رقم واحد ده بالإضافة أن التهديد اللي بتشكله إيران برضو لازم ينتهي ودي محاور بتقول علاقة مع إسرائيل أكتر ومركز ستراسفور بيقول كمان أنه سنة 2020 كان فيه تأغير بتقول أن الأمير محمد بن سلمان التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بعد وقت قصير من توقيع إسرائيل على اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات إبراهام مع الإمارات والبحرين وبداية من 2023 ظهر التأغير إعلامية عربية ودولية بتؤكد دخول المملكة العربية السعودية وإسرائيل في محادثات تطبيع رسمية بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وده أقره ولي العهد السعودي في لقاء مع قناة فوكس نيوز طبعاً الكلام اللي فاد ده كله مش كلامي ده كلام مركز استغسفور ورابط المقال موجود في صندوق الوصف لو حد من حضراتكم حاب بتأكد من المعلومات اللي قلناها على مسئولية مركز استغسفور وخلولي هنا أخد من حضراتكم دقيقة وقت مستقطعة أقول فيها أنه في ناس بتعتب علي أني بتناول تأغير غربية أو إسرائيلية وبيكتبوا في التعليقات أو أنت إزاي أنديل بتصدق الناس دي وبتعتمد عليهم كمصادر النهاردة اسمحولي أوضح النقطة دي أنه فعلاً في أخبار وتأغير ومقالات غربية بتكون كاذبة أو مغلوطة أو منقحة بحيث تدس السم في العسل بس خلي بالك أن زي ما هم عندهم صحافة إحنا كمان عندنا صحافة ولما بيطلع خبر أو مقال أو تأغير مغلوط في صحيفة غربية خصوصاً لو الصحيفة دي اسمها معروف فبتقوم حكومة الدولة اللي الخبر أو التأغير أو المقال عنها بتقوم بتجذيب ما ورد من معلومات مغلوطة من خلال صحافتها المحلية وأحياناً بيتم نشر التجذيب على نفس الصحيفة الناشرة للموضوع الأساسي أعمالاً بالمبدأ الصحفي القائل حق رد مكفول وأنا لما بتناول أي خبر أو مقال أو تأغير بيخص دول عربية من موقع راربي أو صهيوني فلازم في الأول أتأكد قبل بداية إعداد الحلقة إنه لم يصدر أي تجذيب من الدولة المذكورة وحتى لو بعد إعداد الحلقة وتصويرها ونشرها صدر تجذيب فأنا ملزم بنشر التجذيب ده في حلقة منفصل وعلى أي حال أنا مش شايف في الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي من التأغير بتاع النهاردة أي مشكلة إطلاقاً لأن كل الدول ليها علاقات صغية مع كيانات وهيئات متعددة والعلاقات الصغية دي بيتم تنظيمها بحسب مصلحة كل دولة وما فيش ولا دولة في العالم ملهاش علاقات صغية مع دول تانية حتى لو الدول دي كانت دول احتلال أو دول معادية أو دول فيما بيننا حروب وده حصل كتير على فكرة في التاريخ السياسي العالمي فقصة إن المملكة العربية السعودية عندها علاقات صغية مع إسرائيل من التمانينات ده على فرض صحة الكلام بتاع مركز ستراسفور فهو شيء عادي جداً وطبيعي جداً وكل دول العالم عندها علاقات صغية متعددة الأطراف المهم إن الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية متمسك بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود سنة 1967 وهو ده اللي احنا عايزينه تماماً وعلى فكرة لو تم نشر تأرير بيقول إن مصر لها علاقات صغية مثلاً مع إثيوبيا أو قطر أو إيران أو تركيا أو إسرائيل نفسها أو مع أي دولة أو كيان أو حزب أو حركة معروفة عنها عداءها المصر فانا كمحمد أنديل ما عنديش أي مشكلة ما هو طبعاً لازم يكون فيه علاقات صغية هو لازم كل دولة يعني تظهر للناس هي بتتصرف إزاي الدول يا صديقي ما بتمشيش كده لا يا فاندم كل دولة عندها نظرتها الخاصة لمصالحها وبالتالي العلاقات السرية شائعة جداً ما بين الدول ولكن احنا بنحلل اللي ظاهر على السطح من سياسات الدول العربية قدر الإمكان وإذا قدرنا إن احنا نشوف شوية أسرار كده من اللي تحت السطح دي فدي بتكون حاجة إضافية وبتخلينا متميزين في مجال التحليل السياسي ولكن قصة إن مركز ستراسفور يقول إن السعودية ليها علاقات سرية مع إسرائيل فده شيء عادي مش جريمة يعني ولا يعيب المملكة في شيء ده بالعكس لازم السعودية يكون لها علاقات سرية مش بس مع إسرائيل ولكن مع دول كتير جداً في المنطقة لإنها دولة مهمة جداً في المنطقة وما ينفعش إن هي تعزل نفسها سياسياً سواء على المستوى العلني أو على المستوى السرية فالموضوع بسيط فعلاً بجد وده توضيح مهم بس علشان الناس ما تفهمش إن التأغير الأمريكي بيقول حاجة جديدة أو إنه جابت تايها أو جابت ديب منديلو بخصوص العلاقات السرية ما بين الدول لإن دي حاجة بديهية جداً يا فانت طيب بما إن السعودية متمسكة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونية سنة 1967 فيطر بعد الحرب الشرسة اللي شنتها إسرائيل على قطاع غزة حيكون إيه موقف السعودية مستقبلاً بعد نهاية الحرب تأرير مركز استراسفور بيجاوب على النقطة ديو بيقول إنه من المرجح إن القياد تطلب تنازلات ملموسة من إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية خاصة إذا قدرت إسرائيل إن هي تحتل قطاع غزة جزئياً أو كلياً ومن أهم التنازلات اللي حتفرضها المملكة على إسرائيل هي التزام نهائي بعدم إعادة توطين سكان غزة في أي مكان تاني غير قطاع غزة هنا إحنا نقدر نتأكد من موقف المملكة العربية السعودية المساند تماماً لموقف القيادة السياسية في مصر وهو إن المملكة بترفض تماماً توطين أهالي قطاع غزة في سيناء ومن هنا نفهم إن المملكة العربية السعودية بتساند الرئيس السيسي علناً وسراً في قضية عدم توطين أهالي غزة في سيناء ده موقف مشغف وعظيم جداً من المملكة العربية السعودية ومش غريب أبدا على القيادة السياسية في السعودية إن هي تساند حق الشعب الفلسطيني وتساند أحقية مصر في حماية أمنها القومي لأن زي ما إحنا عارفين أمن السعودية القومي مرتبط بأمن مصر القومي والعكس صحيح فأي ضرر بالأمن القومي المصري حيسبب ضرر مباشر للأمن القومي السعودي وده يوضح لك الفرق ما بين موقف المملكة وموقف دول تانية عربية للأسف من نفس القضية لأن زي ما حضراتكم عارفين في دول عربية في الخليج بتدعم تهجير أهل غزة من أرضهم التاريخية إلى سيناء المصرية وطبعا ده مش هيحصل لو السمن طبقت على الأرض علشان كده الدول دي لما فهمت متأخر أن رفض المصري قاطع اشتركت في بيان مع مصر والسعودية والأردن من ضمن بنوده رفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة وتوطينه في أي مكان تاني غير أرضه الفلسطينية وبقوا فرجونا الأسطول السادس وهو بيضرب نار طيب هل في تنازلات تانية ممكن تقدمها إسرائيل للسعودية بعد الحرب أو تطلبها السعودية من إسرائيل أيوا يا فندم التاريخ بيقول أن السعودية حتطلب من إسرائيل تعهد بإعادة إعمار قطاع غزة بالكامل وعودة اللاجئين مرة تانية لقطاع غزة واستئناف مفاوضات السلامة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتجميد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كمان ومش بس كده للسعودية حتطلب كمان من إسرائيل التعهد بمنح القدس الشرقية للفلسطينيين واعلنها عاصمة لدولة فلسطين المستقلة المستقبلية وده طبعا حيكون تنفيذ فعلي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 لأن القدس الشرقية تم احتلالها سنة 1967 وعلى فكرة القدس الشرقية دي اللي فيها القدس الأديمة واللي فيها المسجد الأقصى واللي فيها كل المقدسات الإسلامية والمسيحية ويا إما كده يا إما ما فيش تطبيع مع المملكة من أساسه واخبطوا دماركم في الحد الموضوع بسيط جدا يا صهينة حتنفزوا الشروط الجديدة كان بها مش حتنفزوها ما فيش تطبيع يعني في الأول الشروط كانت أبسط وكان فيه مغونة ما بين إسرائيل والسعودية وأمريكا كانت في النص بتلعب دور الوسيط الطيب الكيوت والدنيا كانت ماشي حلو فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية ولكن دلوقتي وبعد الحرب على غزة والفظائع اللي ارتكبتها إسرائيل في حق المواطنين الأبرياء العزل فبحسب مركز استرسفور السعودية رفعت سقف الشروط سقف شروطها للتطبيع مع إسرائيل لمستوى تاني خالص إحنا دلوقتي بنتكلم في إعادة إعمار قطاع غزة بالكامل على حساب إسرائيل الشرط ده بصراحة أنا شايفه صعب جدا جدا لأننا عارفين المبدأ اللي اليهود عايشين عليه وهو عد قلبي ولا تعد غريفي وتكمل الشروط كمان بإعادة اللاجئين لقطاع غزة وعدم تهجير أهالي قطاع غزة وإعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة وإدخال السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كطرف أساسي في مفاوضات السلام يعني تقريبا السعودية عايزة تنفذ مشروع رئيس السادات اللي يرحمه اللي ياسر عرفات رفض ومش بس كده ياسر عرفات رفض أنه يروح مؤتمر منها واسمع السادات علشان يتفقوا على إعلان قيام الدولة الفلسطينية وقال يا إما فلسطين كلها يا إما ما فيش توقيع معاهدات الكلمتين دول طبعا كان حافظ الأسد هو اللي محفظهم له وطبعا مستحيل ياخد فلسطين كلها غير بالسلاح وهو ما بيملكش السلاح فبالتالي عرفات الله يرحمه خسر كل حاجة تخص إقامة دولة فلسطينية ولكنه كسب فلوس كويسة جدا فدلوقتي السعودية بتقدم نفس مشروع السلام اللي قدمه رئيس السادات من سنة 1979 يعني سبحان الله بعد 44 سنة كاملين رؤية رئيس السادات بتتحقق مرة تانية على أرض الواقع وده علشان تعرفه إن الرئيس السادات كان زعيم سياسي عبقري وكان بيشوف المستقبل ومش بس في القضية الفلسطينية على فكرة ولكن لو رجعت اختباطه عن حافظ الأسد وعن سوريا وعن صدام حسين وعن العراق وعن إيران هتعرف إن الراجل ده كان وقتها جاي من المستقبل وكان شايف كل حاجة قبل ما تحصل بسنين طويلة جدا طيب لحد كده كويس جدا دلوقتي بقى فيه سؤال مهم فرضا إن حكومة نتنياهو دي انهارت خلال فترة اجتياح قطاع غزة برقيا أو حتى تم إلغاء الاجتياح فكده كده حكومة نتنياهو شكلها هتسقط وده بحسب كلام مركز استراثفور فساعتها حيكون إيه الوضع ما بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل التقرير بيقول إنه في حالة سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية فده حيؤدي الانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس وزراء جديد وسط طلعات رأي بتؤكد احتمالية فوز أحزاب الوسط ويسار الوسط بأغلبية مقاعد الكنيست وبالتالي تشكيل الحكومة وده حيكون حدث سياسي تاريخي ما حصلش في إسرائيل من سنين طويلة جدا إن الوسط ويسار الوسط هم اللي شكلوا الحكومة الإسرائيلية لأنه دايما اليمين واليمين المتطرف هم اللي كانوا بيشكلوا الحكومات المتعاقبة في إسرائيل وطبعا وصول الوسط ويسار الوسط للحكم حيسهل جدا مهمة المملكة العربية السعودية في إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لأن ببساطة أحزاب الوسط والأحزاب اليسارية في إسرائيل لسه بيدعموا حل الدولتين لحد دلوقتي وعموما صحيفة معارف الإسرائيلية بتقول إنه لو تم إجراء انتخابات مبكرة دلوقتي حالا فالطيار السياسي اليميني المتطرف برئاسة بن يمين نتنياهو حيستحوز بالكتير على 43 مقعد في الكنيسة الإسرائيل ولكن أحزاب الوسط ويسار الوسط هيكسبوا 61 مقعد على الآل وخلي بالك إن الكنيسة كله على بعضه بيتألف من 120 مقعد فبالتالي أحزاب الوسط ويسار الوسط هم اللي حيشكلوا الحكومة الجديدة وبالتالي مهمة السعودية في إصلاح آثار الحرب السلبية حتكون كبيرة جدا وأهمها إقامة الدولة الفلسطينية ومن وجهة نظري دي كانت أهم النقاط في تقرير مركز استرسفور لأن باقي التقرير بيتكلم عن سيناريوهات بعيدة عن الواقع تماما فبيشمل باقي التقرير الكلام عن ظهور حركات معارضة مسلحة داخل المملكة العربية السعودية لو تم التطبيع ما بين المملكة وإسرائيل من ريغ الوصول لحلول عادلة مع إسرائيل فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأنا شايف أن الكلام ده صعب جدا أنه يحصل لأنه مع احترامي طبعا للباحثين في مركز استرسفور إلا أن الكلام عن معارضة مسلحة ضد النظام في السعودية ده شيء بعيد جدا أنه يحصل على أرض الواقع فعلشان كده تجاوزت الكلام عنه لأنه كلام خيالي ولو حضراتكم عايزين تتأكدوا بقى من كل الكلام اللي أنا قلته النهاردة فرابط التقرير حتلاقوا موجود في صندوق وصف الفيديو وحضراتكم تقدروا تراجعوا كل حرف إحنا قلناه بمنتهى الحرية لأننا ببساطة إحنا اللي مترجمين المقال ده ومتأكدين من المعلومات اللي إحنا بنقولها لحضراتكم تماما في النهاية حفظ الله مصر حفظ الله المملكة العربية السعودية حفظ الله فلسطين المجد والخلود لشهداء قطاع غزة كل الدعم للمقاومة المسلحة داخل قطاع غزة ضد الاجتياح الباري الصهيوني البارباري الهامجي لأن زي ما قلنا قبل كده الوقت ده لازم كلنا ندعم فيه المقاومة برد النظر عن الأراء السياسية والاختلافات الحزبية ما بيننا وما بين بعض فصائل المقاومة في قطاع غزة وطبعا على رأسهم حماس ولكن إحنا دلوقتي لازم ندعمهم مهما كنا مختلفين معاهم وبعد الحرب نقدر نتكلم ونتحاسب برحتنا وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر